أعلن خمسة نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون لإضافة مادة جديدة لقانون حماية البيئة وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء الاقتراح بقانون نص على أن تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت اختار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء والحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية خلال ثلاثة أشهر كما يحضر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقة تؤثر على المساحة المسروعة التابعة لأي من الجهات الحكومية أو الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة إضافة إلى منع إزالة أي مستطحات خضراء أو نباتات برية أو بحرية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة مقدموا لاقتراح النواب أحمد الفضل وسعود شويعر والدكتور خليل عبد الله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة